منظرك كده ما ينفعش بقى شكلنا كده ما ينفعش للطبعات تتاخد عنه والمنظر ده مش احنا مش احنا حاجة غريبة جده انا عايز اعرض لحركة صورة شريف اكرامي بعد مورات السوبر اللي فات مش مش ايا دي ده السوبر اللي انهي بقى اللي من اربع شهور اللي الاهلي مسك الزمالك فيه قطعوا مع كامل الاحترام لنادي الزمالك مسك الفريق كان فني دلوقتي قطعوا لكن بص بقى هنا الفرق في الاخلاقيات الفرق في العقلية ده شريف اكرامي كابتن فريق النادي لا ارجع لي بقى سنة كده يا بيه وعد اذنك ارجع لي سنة ارجع 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 تاني ارجع ارجع مين اللعيب ده اقفلي بقى هنا اقفلي هنا بيه مين اللعيب ده اللي بيسلم عليه اكرامي مين ده هتظل جمعة اللي راح استفز جمهور الاهلي كان قاعدة عددكة ساعتها ايه بيعايت كان قاعدة عددكة ساعتها متداية عشان خسر لكن فرق العقلية والثقافة هو اللي ظاهر في الصور اللي حاركوا والقاطات اللي حاركوا بتشوفوها كابتن كبير قيمة كبيرة شريف اكرامي راجل متربي راح عدد بيقول لهم يا جا بيه واسيه ما تزعلوش رياضة فيها مكسب وخسار فيها فريق بيخرج كسبان وفريق بيخسر فيها فريق بيبقى موافق وفريق غير موافق عادي بيواسيه كل اللعبين مصطفى محمد على كل اللعبة هي كل اللعبة اللي عددك بيواسيه هو ده الفرق حضراتكم فرق في ايه في عقلية عشان كريم بمفهوم صح فرق في عقلية وثقافة لعيبة اركن دلوقتي جمهور الأهلي وجمهور الزمالك على جنب اركن مسمى كيان الأهلي وكيان الزمالك على جنب الاحترام والتقدير الجمهور والكيانين الجمهورين والكيانين ده مين ده اللي اكرامي بيسلم عليه مين ده مش هو ده الرجل اللعيب اللي هو فاكر ان ديه شطارة مش ده اللي قاعد يتنطط ويعمل حركات موسيقى وبعدين ايه بقى يجي بقى بعد ما خلص خلص اللي هو عايزه ياخد احمد فتحي بالحضن ياخد حسان معشور بالحضن وبالبوس كأنه ما عملش حاجة يعني حتى عبدالله جمعة لما راح استفز جمهور الأهلي كان قدام الكل لا التاني ساب لك الخناء شغلة وراح كده في الدرة ايه يستفز جمهور الأهلي مش شاطر انت كده مش جامد والله العظيم ما جامد دي مجرد مباراة مجرد منافسة مجرد بطولة يامل أهلي كسب مباراة على الزمالك ويامل زمالك كسب مباراة على الأهلي وحيفضل الأهلي وزمالك في ريتين كبار وحيفضل جمهور الأهلي وجمهور الزمالك جمهورين من أكبر جمهور في الكرة في العالم كمان مش في مصر والوطن العربية بس ومش هنسمح وهي رسالة لجمهور الأهلي ولجمهور الزمالك وإن إحنا ما نسمحش لمثل هذه الثقافات أو العقليات إن هي تشحن الجماهير في إطار سعي الدولة لعودة الكورة بطبيعتها في مصر ما نديش فرصة للناس دي أنا ما عارف جدا جمهور الزمالك بيحبش كبالة دي لكن في نفس الوقت عارف جدا جدا إن فئة كبيرة جدا من جمهور نادي الزمالك مش عجبهم اللي عاملوا شكبالة مش عجبهم اللي عاملوا عبدالله جمع اللي عجبهم اللي هم متحصبين قوي اللي هم من الإسبان لهم ماتش دا حياء وموت دول بس اللي عجبهم المواقف لكن جمهور العقلاني اللي عارف كويس جدا سلبيات التصرفات دي إيه أكيد ما يعجبوش الكلام ده جمهور الزمالك قبل جمهور الأهلي أكيد ما يعجبوش تصرفات لعبته فالموضوع في الحقيقة غاية في الصعوبة وأكيد نتمنى أن هذه الصرفات تنتهي من ملعبنا المصرية وستنتهي كما قلت حركة من خلال العقوبات أنا قبل ما أطلع فاصل أريد أن أتكلم عن فارقنا في حتة إيه؟ في حتة المبرى دي لسه في أخبار كتير حولها عن نادي الأهلي وأستعدادته المبرى اللي جاي لكن بالتحديد إحنا خسرنا بقى لما نتكلم عن نادي الأهلي إحنا خسرنا إحنا ما كناش موافقين وعايز برضو أقول حاجة مهمة جدا فيه فرق ما بين أن أنت تبقى مقتنع بإمكانيات مدير فني وإدارة مدير فني للمباراة وفرق آخر بخصوص إيه؟ بخصوص أنه ممكن ما يبقاش موافق البعض يقول لك ما هو أمير لازم حيطلع يدافع عن فيلر ونشي يدافع عن فيلر لا لا ما بيتقلناش كده على فكرة لكن فيه منطقية المنطقية دي بتاخدها من الأرقام الأرقام بتقوله بتقول إن الرجل ده ماشي بشكل ممتاز مع نادي الأهلي المباراة الأخيرة بتقوله بتقول إن الرجل ده مكانش موافق في إدارة المباراة وده وارد بيحصل في العالم كله أنا طبعا حزين جدا إن إحنا خسرنا الصبر أنا متضايق قوي من قول ما رحلنا متضايق بسبب اللي حصل بعد المتش أكتر كمان لكن في نفس الوقت اللي عندي سوكة جبيرة جدا في الرجل ده وفي الجهاز الفني ده ده عن قناعة وعن قناعة وعن متابعة وعن أرقام وعن كل حاجة وكويس قوي إن الإخفاق جي في التوقيت ده في مباراة دي أكتر نفسي ما يجيش طبعا في المباراة دي لكن هو نصبنا إن إحنا أخفقنا في مباراة السوبر قبل ركز بق معي قبل في التحديات الأهم المهمة جدا اللي هي بطولة دورة عبطال أفريقيا قبل مباراة سانداونز الشغل الشغل بالنسبة لنا إحنا بقى كجمهور الأهلي بطولة دورة عبطال أفريقيا فإن أنت تغلط في مباراة دي ما فيش مشكلة لو غلط الأهم والرهان هنا على كيفية معالجة هذه الأخطاء وكيفية التصحيح فيما هو قادم وفيما هو أهم وأكثر أهمية من أي مباراة أبلي كده هنروح لفاصل بعد الفاصل نرجع لكامك